صح الصح صح 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 سرقا صح 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 ماروتنا آه دائما نسمع عدي السيدات بينتقدوا الرجال وبالأخص أزواجهم وحتى أباهم إنه يا رب ما يمرض لأنه إذا رشح أو فلوز أو شعر بالمغس بس إشي بسيط بتقوم لإيامه وكأنه يعني خلاص إحنا نروح على الطوارئ والمستشفى وبيصير بده عناية زايدة وإذا أنت أشعرتي أن الموضوع سخيف ممكن برضه يشكك بحبك وخوفك عليه وخلاصك إله وانتمائك للعائل الموضوع بيقلي بكتير كبير اكتشفنا إشي جديد اكتشفنا دراسة جديدة شو بتقول يا ست نادية والله الست رهف مبارح بتقول لي شو في نادية احنا ظالمينهم للرجال قلت لها ليش قالت لي لأنه في دراسة جديدة تؤكد بأنه الرجل مناعته أقل من الست على الرغم من أنه الست تمرض على فكرة بالسنة أكثر من الرجل يعني هي توصاب بتقريبا سبع نوبات مرضية الرجال يصابون بخمسة هذا بالمعدل المتوسط يعني ولكن الرجل مناعته أقل من المرأة فبالتالي هو دلع الزايد أثناء المرض ومبالغته لأنه فيه شغلة مهمة أنتم ما بتعرفوها الرجل مثلا إذا عطس بيقولك انفلونزا إذا وجعوا بطنه فشل كلوي وجعوا راسه الشقيقة نزل من منخاره دم سرطان يعني هو شخص مبالغ في وصف حالته الصحية بس اللي قالت وراهف كمان ممكن يكون منطقي حرم يعني هو تقريبا ما بتحمل وجع هذا اللي حينما نحاول نوصل للكمياه يا عليين يا حبيبي يا عمري يعني انت مثلا ما بطنك يوجعك انت قادرة انك انت تقومي بمهام المنزل وتوصل الولاد وتعملي لهم طبيق ويرجع جوزك تستقبليه هو ما بيتحمل وجع فالموضوع ما طلع دلعة طلع اختلاف بالجهاز المناعة بين الرجل والمرأة وفي شغلة كتير مهمة بقولك انتي كست تلت ارباع المشاكل والاحقاد اللي بيربيها الرجل عنده بسبب موقفك لما مرض هو بيتذكر لك زي الجمل حقودين هم هو ممكن يمشي لك ياها بس بقول لك ها مش بنتعصل ايوه بتكم تفكروا بسايكولوجية الرجل هلا الرجل دايما هو الشخص البالغ هو الشخص المسؤول هو الشخص غير مزاجي مفروض هو الشخص اللي عنده مسؤولية هو المعيل للأسرة عم نحكي بالوضع الطبيعي والاعتيادي هاد الرجل لما يمرض انتي قلت جملة كتير مهمة هو بيخاف على حاله طبعا فبيطلع فيه الطفل اللي بداخله بيطلع هاد الشخص البريء الهش الهش العاطفي اللي هو حاسس انه طب انا اذا صار لاشي شو بتم يعملوا من بعدي كل هاي المشاعر تختلط براسه هلا احنا احيانا نستخف فيها لما يكونه بس لانه احلو احتين يعني صار هيك شعوره بيبالغ بس الرجال كمان بيقولك يعني شغلة عنهم اذا بيصير عنده مرض عضال او بيصير عنده مرض مزمن هو بيبطل دلوع يعني اتدلع بس على الامور البسيطة بيكتئب هداك بيصير كآب بالزبط صح براف عليك الدلوع اعرف انه ما ماله اشي بس اذا اكتئب الرجل يكتئب من شغلتين يا اذا اصيب لا سمح الله بمرض عضال يا من قلة الحيلة اذا مش قادر يوفر خبز على المائدة هلا بدي احكي شغلة اللي حكته رهف يعني دقيق جدا واللي بدي اكد لكم يا بانه علماء النفس قسموا شخصية الرجل الى ثلاث شخصيات كل شخصية تظهر حسب الموقف اول شخصية يا رهف هي شخصية الطفل بالزبط شخصية الطفل التي تظهر في صورة التلقائية والاندفاعية واللهو البريء والدلع عند المرض الشخصية الثانية شخصية البالغ اللي بظهر فيها بالمسؤولية والرغبة في اعتماد النفس وتنمية الذات وتصبيل شغله وكذا وهذا الشخصية الاخيرة هي الشخصية الابوية هذه الشخصية التي تتميز برعاية الصغير حماية الضعيف التفاني في سبيل الآخرين والرغبة في العطاء فإذن شخصية الطفل هي موجودة بالرجل هو طفل صغير كبير وهي موجودة داخله فبالتالي انتي ما تستغربوا على فكرة دلع الرجل ما بنا نسميه دلع لأنه الدلع غير مرتبط بالرجال يعني مياصة الرجل دلاله استرني لعجلتش هي شو الكلمة هي دلعه هي مبالغته أثناء المرض هاي المبالغة اللي بيعملها مبالغته أثناء المرض ما بتكون فقط أثناء المرض بعض الرجال إذا بدوا يراضي زوجته وهي زعلانة بصير مثلا ممكن يحكي بطريقة مختلفة طبعا هي مش بس أثناء المرض هي بمواقف عدة تظهر شخصية الطفل فيه ناس تقولك شغلة أنا ليه بشعر أنه بعض الرجال بيتعلقوا بزوجاتهم أكتر من غيرهم يعني بتحسي هاي السيد صارت عنده العالم ليش والبعض بيقربها كبان بطريقة تانية اللي بيصير يقولك هاي زي الخاتم بيصبعها أنا ما عم بحكي عن الجانب السيء أنا عم بحكي عن الجانب اللي فعليا هذا الزلمة يعني أقرب بني قادمة إله هي زوجته ولا أمه ولا أهله ولا ولا حدا كيف هي بتكون فهمة هذا الطفل اللي جوا فهي بتخليه يكون معاها طفولي يعني كيف أنت مثلا بتحبي إفرضي أنا بحبك لأنه أنا بقدر أكون معاك بكل حالاتي عمستوى صداقة ما بتكلف ما بتصنع مش دائما بتتوقع يراها في تكون صح مش دائما بتتوقع يراها في تكون قوية فنفس الإشي بعض الرجال إذا هو قدر يرتاح مع السيت لهالدرجة فأنتي ملكتي العالم الزلم كتير بيتدايق لما تهمي ليه أثناء مرضه ليش بيحس إنه هو مريض وتعبان ومتدايق ومكسور وإنتي وين غايبة ورايحة مع صحباتك أهم ثلاث نصائح عشان ما يقلب الموضوع أنا ما أنت حرة بالنهاية أنا هم بحكي لك عشان الموضوع ما يتفاقم ويؤدي لحالة نكد بعد ما تكون حالة طوارئ رح تمر خلال 48 ساعة حلو أول نصيحة ما تطلع من البيت إلا لا يعني الشديد القوي خليك متواجدة أنا ما هم بقوله عشان هو يعني يزيد بدلاله لا أنا أصدي كوني متواجدة اعملي يومي روتينك الطبيعي بس كوني متواجدة أكتر بالمنزل يعني ما تعملي مشاريع مثلا والله قاعدنا نطلع اليوم أنا والصبايا وهو مريض بتدايقوا لرجال منها يعني متدوران أي واب الضبط في حالة جوزك مريض خفف منه خفف منه ما إلوش داع هلا مداومة عندك شغل هذا إشي طبيعي ماشي الشغلة الثانية حاولي كلفي بمهام هلا كيف تعرف أنه جوزك عم بتدلع يعني إذا قلته له اسمع الإشي اللي هو بيحبي مثلا حبيبي ضو غرفة النوم بده تزبيط هو مثلا فيه رجال بيحبوا هاي القصة الصيانة ويزبط الضواو والكبسات وكذا هم بلتهو بس بدهم إشي لهوهم يعني هو بيكون قاعد كل وقت أيو مش قادر وكذا قولي له مثلا اسمع حبيبي إذا حسيت حالك تنشطت اعمل لنا ضواو البيت بيقوم بفز بيقوم بفز فهيك في هدول النصحتين وثالث واحدة حاولي مثلا انه انتي افتحي معه مواضيع تاني يعني ما تضلك تنقع عراسه انه خلص تتدلع خلص تتدلع نقوم ما ملكش اشي هلا شوفوا حاولي افتحي معه مواضيع تانية هذا أصلا نفسيا مثبت مش أنا قلت ولا رهف قالت احنا لما نركز انه احنا ما بنا نشتاق له فلان نشتاق له اكتر صح لما بنركز انه بدنا ننسى فلان بنتذكره اكتر فالتركيز بالاشياء يفقدها معناها خلص خلي الامور ماشية زي ما هي كل ما تفكر بالمرض كل ما بيجيك مزبوط عندك صداع انساء حاول انك تنساء وتتنساء بتلاحظ انه بعد ساعة امورك صارت احسن وفيه شغلة يعني رح تتفاجأوا منها احنا كستات دائما نبحث عن الامان مع الرجل تقولك انا بدي رجل احس بالامان معه رح تتفاجأوا بان ايضا لما الآية تكون مقلوبة الرجال بتمنوا انهم يحسوا بالامان مع الست في اربع حالات الامان من حب غيره الامان من الفراق الامان من الغضب عليه والامان في حال المرض يحس انه هي مخلصة له هو يقيم اخلاصها لما يمرض انه ما اح تتركه حلو ان الرجل كمان بده بده امان بده امان وبده شعور بالامان طبعا شتعرف انه هو بني ادم زيه زي كائن هش طبعا ضعيف سار ساري نصوانجي صح الصح صح 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 ماردنا اه